برامج ودورات تدريبية يقدمها مأحد البحاث العلمية في الكويت لجميع المراحل الدراسية اليوم بتوقف عند هذا الموضوع ونتكلم أكثر عن الدورات اللي يقدمها في الدورة الصيفية الأربعون وأهميتها وشروطها والتفاصيل أكثر مع ضيفتنا دكتورة فتوح عبد العزيز الرجم حياة شاء الله ومن وراتنا يهلا فيك الله يسلمك حياة شاء الله دكتورة ونتكلم عن مأحد الكويت للأبحاث العلمية ويقدم دورات متواصلة ودنا نعرف الهدف من هذه الدورات اللي يودكم أنها أو تحققونها بمعنى آخر هو المعهد يقوم بهذه الدورات صار لأربعين عام قاعد يقوم في هذه الدورات اللي يجزء من المسؤولية المجتمعية بحيث أنه يشارك فيه الطلبة بجميع مختلف الفئات العمرية فيه برامج مختلفة للفئات العمرية المختلفة على أساس أنهم يتم التعرف على البرامج المختلفة التي تتم في معهد الكويت الأبحاث العلمية وأيضا نعدهم بطريقة معينة بحيث أن نتقفهم إذا هو عنده اتجاهات علمية شنو ممكن يكون مستقبل حياته نساعده في التخطيط وعلى الأساس نقوم في هذه البرامج على مدى الأربعين عام السابق ممتاز دكتورة يمكن ذكرت أنا في البداية أن أنت وجميع المراحل الدراسية الدربون ولكن لو نمتكلم أكثر ونوضح للمشاهدين شنو هي الفئة المستهدفة للدورات اللي قاعد قدمونها نحن في عندنا برنامجين هو الربيعي والصيفي والذي نتكلم عنه دورة تدريبية طلابية الصيفية الفئة المستهدفة هي الصف العاشر والحادي عشر بالنسبة للمرحلة الثانوية وأيضا جزء يخص طلبة المرحلة الجامعية اللي أهمها في المرحلة الأولى إذا كان من دراسات تكنولوجية أو الصف الثاني هو بالنسبة للجامعة دكتورة في هذا النوع من الدورات بالنهاية أنتم ملتزمين في عدد معين يعني أكيد أنا متأكد أن أنتم الودودكم أن تستقبلون كل الشباب لكن بالنهاية العدد عشان نتقدمون على قولتهم القيمة اللي أنتم قاعد تخططون لها فالعداد اللي يعني تقبلونها خنقول في هذه الدورات نحن نقبل بحدود 150 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية وبحدود 50 طالب وطالبة من المرحلة الجامعية من ضمنهم من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا في هذا العام يكون فيه معانا يمكن بحدود 15 أو أكثر شيء يمكن 20 طالب من موافئة الدون ممتاز عزة جدا جميل في هذه الدورة إذا كل سنة في هذا العدد أتوقع يتخرجون مجموعة جدا كبيرة وحتى أحنا نستفيد من هذه الطاقات الشوابية اللي عندنا وأتوقع كل سنة يكون عندكم شعار للدورة خلنتكلم عن شعاركم هذه السنة هذه السنة شعارنا اللي هو التنمية المستدامة لمستقبل كويت الطموح وهذا العنوان تم اختياره هو كل مدير الدورة هو اللي يختار موضوع الدورة وتم اختياره بحيث أنه يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظها الله ورعاه اللي هو برؤية كويت جديدة بحلول عام 2035 والهدف منها كان هو التوجه موحد لمستقبل مزدهر ومستدام وعلى هالأساس تم اختيار هذا الموضوع اخترته بحيث أنه يتماشى مع هذه الرؤية والله الأمانة شعار وايد حلو ودائما الشعارات التي تطبق الكلمات اللي في هذا الشعار لها أثر وايد كبير فخلنت تكلم عن الجديد في هذه الدورة خاصة أنه الدورات مثل ما عرفني قبل هو أنها سنوية متواجدة فشنو اليديد في هذه الدورة وما هي البرامج المقدمة في هذه الدورة فهو مثل ما قلت لك هو بالنسبة حق موضوع الدورة الأساسي الأهم شيء نحن نعلمهم مبدأ التنمية المستدامة ليش أنتوا الآن شايفين في ازدهار عمراني في الدولة في المصادر اللي هنستخدمها جميع المصادر سواء من الطاقة من وقود من بترول المواد اللي نستخدمها في البناء أنا بنعلمهم أنتوا شلون كطالب اليوم في الوقت القريب رح تصير طالب في الجامعة وبعدين رح تصير مثلا موظف شلون أن أنت تستفيد من هذه المصادر وأن أنت توفرها بحيث أن الأجيال القادمة ممكن تستفيد منها وهذا الهدف الأساسي من التنمية المستدامة بالنسبة لبرامج التدريبية من كل سنة لسنة فيه برامج مختلفة فيه عندنا عدة برامج هذه السنة منها اللي هو برنامج الهندسة اللي هو الكهربائية وممكن يكون فيه عندنا برنامج أيضا آخر من الهندسة هو الميكانيكية وأيضا عندنا الكيمياء برنامج التغذية فيه عندنا برنامج الطابعة ثلاثية الأبعاد وفيه برنامج البرمجة بلغة الرازباري باي أتمنى أني ما أكون نسيت شيء فأعتقد هذة هم البرامج اللي راح تكون معا العمار هذه كلها البرامج في الدورة لكن طلبة الثانوية راح يأخذون مثلا مثال الهندسة والأمور هذه كلها راح يأخذون هذه الدورات ورح تكون ثقيلة عليهم لا هو اللي يصير كل طالب راح يختار مجال معين وهو اللي يركز عليه اللي هو الجزء الأخير من اليوم اللي هو النص الثاني من اليوم لكن البرنامج الصباحي عام حق الجميع فمن خلال البرنامج الصباحي نعلمهم على وائد أشياء فيها منها اللغة الإنجليزية ونعدهم بشلون يقدر الطالب يأخذ اختبارات اللي يجتازها حق القبول بالجامعة ممتاز أيضا في محاضرات عامة من خلال المحاضرات العامة نعلمهم على التخصصات المختلفة فاللي يمسجل نقول ببرنامج مثلا الهندسة الميكانيكية اللي هو بعد الظهر لكن بالصبح راح يتعرف على كل البرامج الثانية اللي مقدمينها احنا بالدورة ممتاز اتوقع احمد يمكن هذه البرامج دكتورة وايد راح تفيد منها الطالب ويمكن حتى قيقول من شوي احمد يمكن تكون ثقيلة على طلبة الثانوية بالعكس انا شو ممكن تقول راح تعطونهم أساسيات البرامج ما راح تعطونهم مواد ثقيلة مجرد تهيئونهم للمرحلة القادمة لهم في الجامعة لونا بنتكلم دكتورة عن أوقات الدورة متى راح تنطلق وإلى متى راح تستمر إن شاء الله الدورة إن شاء الله راح تبتدي في 23 سبعة 24 سبعة إلى 23 ثمانية مدتها خمسة أسابيع متى سين الوقت دكتورة يعني الدورة من الصفح للعصر ولا شون طريقة الدورة الدوامة هو من الساعة ثمان وفيه من الساعة ثمان إلى الساعة ثنتين ونصف لثلاثة نفس دوامنا وفيه عندنا نحن نوفر مواصلات للطلباء اللي يحبون أن يشاركون معنا بالمواصلات يعني مفرر لهم جميع سبل الراحة عشان يتواجدون معكم وهذا الأمانة شيء جميل إذا بنتكلم عن القبول وشروط القبول وآخر موعد للتسجيل خاصة اليوم الشباب بالصيف يفضلون دائما بأنهم يشاركون بأشياء ممكن تفيدهم أو أن أشياء تزدبهم فيوم دائما يسمعوننا خلونا نستفيد من هذه المعلومات اللي ممكن من خلالها إن شاء الله يشاركون معكم فموعد التسجيل وآخر إحنا بدأنا بالتسجيل وإحنا صراحة مددنا أسبوع زيادة فآخر موعد للتسجيل هو 13 سبعة ومن بعدها راح يكون في عندنا مقابلات شخصية حق الطلبة اللي هم مسجلين في شروط مؤينة طبعا فيه بالنسبة حق طلبة المرحلة الثانوية في منتصف العام الدراسي لازم يكون نسبتها بحدود 75% وطبعا ما يكون مشارك بأي شيء ثاني بالفصل الصيفي ويشتاز المقابلة الشخصية بالنسبة حق المرحلة الجامعيين فيه عندنا شروط بالنسبة حق الطلبة الكويتين إنه يكون حاصل بالفصل اللطاف على المعدل جيد إذا هو من دول مجلس التعاون لازم أنه يكون جيد جدا وأيضا يكون ملتزم إنه ما في عنده برنامج بالنسبة الكورس الصيفي ما يكون يعني مشارك فيه حلو ممتاز دكتورة غير هذه الشروط هل في أوراق معينة مطلوبة من الكويتين أو غير الكويتين من الخليج وطريقة تسجيل للخليجيين هل لازم يحضر شخصيا ولا شنون يقدر يتواصل معاكم لا هم يقدرون يتواصلون معنا في الإيميل وأيضا في عندنا حتى بتويتر اللي هو كيسر فورتي يقدرون يتواصلون معنا في استمارة التسجيل اللي هي من خلالها يقدر يسجل الطالب وفي متطلبات اللي هي الصورة الشخصية البطاقة المدنية منها الشهادة اللي رح نطلبها وهذه الأشياء أنه ممكن ييبها معا وقت المقابلة حلو دكتور بس ما ثاني لو تذكرين أكاونت لتويتر عساس الناس تسمع أكثر وتقدر تتواصل معاكم هو كيسر فورتي وأيضا يقدرون يدخلون علينا حتى الأكاونت الأساسي اللي هو www.kisr يقدرون يشوفون المعلومات هم من عليه ممتاز وأكيد يعني نقدر نقول بأنه ممكن يونكم بحضور رسمي ويتناقشون ويسألون عن بعض الاستفسارات صحي ممتاز كلمين عن خطتكم المستقبلية دكتور وش راح يكون عندكم بعد هذه الدورة الصيفية الأربعون إن شاء الله نحن في كل عام عندنا دورة مستمرة لكن هالدورة هم من دورة مهمة لأنها الدورة الأربعين فرح نحاول نركز فيه على البرنامج هذا أيضا يستقبل الناس اللي شاركوا معنا في الدورات السابقة من سواء الناس اللي كانوا مديرين للدورة أو من الناس اللي شاركوا فنحاول نحن نجمعهم كلهم حيث إن الطلبة اللي حاضرين يشوفون وين وصلوا وشنو أثر هالدورة عليهم نحن مستمرين في عمل هذه الدورات دايما المعهد هذه السنة راح يحتفل باحتفالية الخمسين على إنشاء المعهد فيعني الأنشطة دايما تكون عندنا متجددة ولكن دايما في عندنا الدورة الصيفية والدورة الربيعية الدورة الربيعية لفئة عمرية مختلفة هي طلبة المرحلة المتوسطة دكتورة من هذا المنبر برنامج رأيكم شباب كل مأخيرة توجهنا لكل الشباب وتجعينهم أنهم يشتركون في مثل هذه البرامج الجميلة قاعد قدمونها كل سنة سواء بالكويت أو من الخليج أن كل يتابعنا حتى في الوطن العربي أنهم يشاركون في هذا البرنامج أول شيء أحب أوجه لكم الشكر على دعوتكم الكريمة الشيء الثاني أن هذا البرامج اللي نعدها تعد الشخص حياة العملية ويمكن مثل ما قلت لكم أنا في السابق هي أثرت على حياتي شخصيا ونحن لاحظنا أشخاص كثير شاركوا معنا في هذه الدورات حددوا مصير حياتهم من الالتحاق في هذه الدورة ليش؟ لأن نحن نعلمهم على الأشياء الأساسية مو بس الأشياء العلمية أيضا المهارات الحياتية وتخلي الواحد يتوجه يمكن تلاقي الطالب يسجل لا يعرف أبي أروح طب ولا أبي أروح هندسة هذه المشاركة في هذه الدورات تخليه يشوف بعيونه عنده عنده أسئلة نساعدها على الإجابة وأيضا نسقل شخصيته ونوجهه وأيضا نوجههم حتى نحق العطاء وحب البلد هذا شيء أساسي أيضا نركز عليه بالإضافة إلى الجانب العلمي صحي دائما حب البلد وتنمية هذا الوطن بعيدا عن الشعارات في تطبيق الخطط الذي ذكرته هذا رح يكون أكيد لا أثر كبير للجيل القادم دكتورة فتوح عبداليزرقم كل شكر على حضورك ودائما إن شاء الله نتمنى الازدهار لأكيد هذه الدورات الصيفية لتفيد شبابنا مشكورين وما قصرتها وكل شكر لك ونتمنى أن الناس كل يتابعونا أنه فعلا يكونون مثلك أنت تغيرتي وتأثرته من هذه البرامج ورح تأثرته وغيرتي مجموعة كبيرة من الشاب كل ما أخير رحبت تقولينها؟ الشكر لكم وصراحة أتمنى من الطلب أنهم يشاركون معنا وإحنا بانتظار تسجيلهم كل الشكر لك نتمنى لك التوفيق ولكل الطلب المشاركين في هذه الدورة إن شاء الله فاصل ورادين